اشتركوا في القناة لكن البداية دايما بيكون عن النادي الاهلي ويعني في يوم ديمقراطي زي ما حضرتكم تبعتم وشفتم على يومين يوم الجمعة ويوم السبت في مقاري نادي الاهلي بالجزيرة في يوم احتفل بكل عائلة الاهلي وكانوا حرصين على انهم يكونوا موجودين علشان يكتمل النصاب القانوني لاعتماد ميزانية النادي الاهلي ب5194 عضو كانوا موجودين وحرصين كلنا شفنا اكيد بنتابع من انبارح وبنتابع ايضا النهاردة مع حضرتكم وهنتكلم على الشكل المحترم اللي احنا شفناه من اعضاء النادي الاهلي المحترمين اللي كانوا حرصين على انهم يكونوا موجودين ويسجلوا كلمتهم وانهم يفوضوا مجلس الادارة في كل شيء خاص بالميزانية ميزانية 2 مليار والفائد 300 32 مليون جنيه ما اعتقدش ان في نادي مصر بيحقق الارقام دي ما اعتقدش ان في نادي يحقق الارقام دي النجاحات اللي دايما النادي الاهلي بيحققها هو ده اللي بيخلي النادي الاهلي مميز جدا واللي بيخلي النادي الاهلي مختلف عام بقية الاندية النادي الاهلي طبعا من عقود رعاية ومن كلام كتير جدا في الميزانية هنتناقش فيه وهنعرفه وهنتكلم فيه بالتفصيل وايضا عن فائد في الميزانية لكن وجود عضاء النادي الاهلي ده في حد ذاته بيدل على أن حب عائلة الأهل وحب الأعضاء في المشاركات دايما الخاصة به كل ما يتعلق بالنادي الأهلي وزي ما قلت لحضراتكم هي ديمقراطية اللي حابب أنه هو يقول آه واللي حابب أنه هو يفوض مجلس الإدارة ودايما يحط ثقته في مجلس الإدارة علشان يكملوا المسيرة في السنتين اللي جايين دول علشان خاطر مزيد من النجاحات مزيد من الإنجازات زي ما حضراتكم متابعين وشايفين مش بس إنجازات رياضية ده إنجازات رياضية وإنجازات إدارية وإنجازات مالية أيضا فبالتالي كان لازم نبدأ مع حضراتكم البداية المحترمة دي ونوضح للجمهور الأهلاوي اللي مش متابع عن أورب أنه هو يبقى عارف أن الجماعة العمامية اكتمل نصابها ب5194 عضو علشان يقولوا كلمتهم وعلشان خاطر يكونوا مفوضين وحطين ثقتهم بالكامل ودي الدموقراطية اللي بتكلم عليها اللي موجودة من قبل أعضاء الجماعة العمامية وثقاتهم الكبيرة جدا في مجلس الإدارة بميزانية محترمة بميزانية بعيد جدا أن حد من الأندية اللي موجودة في مصر أنه يعرف في حق الأرقام اللي حضراتكم بتسمعوها أو بتشوفوها أو بتتابعوها من خلال قناة النادي الأهلي من خلال الموقع الرسمي زي ما قلت لحضراتكم دول الجهتين الوحيدين لو حد حابب يتابع حاجة على النادي الأهلي ويكون متأكد ما في المية مش هيسمع ولا هيشوف غير من خلال قناة النادي الأهلي ومن غير خلال الموقع الرسمي للنادي الأهلي وبالتالي دي كانت البداية هنتكلم طبعا عن الكلام ده كله في الفقرة الأولى مع الناقد الرياضي الكبير والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عصام شلتوت هنتكلم معاه في الجزء الإداري الخاص به جماعة عمين النادي الأهلي واعتماد الميزانية وكيد هنتكلم عن المنتخب الأولمبي وهنتكلم معاه أيضا عن مباراة الأهلي والجونة القادمة في بطفولة الدوري يوم الاثنين خلاص بيعود لنا من جديد حبيبنا اللي دايما بيوحشنا لما بيغيب عندنا هو النادي الأهلي النادي الأهلي بيعود لمباراة الجونة ومن بعد الجونة على طول هيطير لتونس علشان يلاقي إن شاء الله النجم الساحلي لكن زي ما تعودنا وزي ما حضرتكم تعودين كجمهور النادي الأهلي مش بنتكلم في المباراة اللي بعد كده غير لما نخلص المباراة الأول أكيد طبعا كل الجمهور الأهلي ومشتاء أنه يتفرج على النادي الأهلي سواء في أفريقيا أو في الدوري يمكن في أفريقيا الموضوع بالنسبة لهم يعني بقالنا كتير ملعبناش في أفريقيا لكن بطولة الدوري هي الأهم وهي الأقوى بالنسبة لنا في الفترة الحالية بسترفايلر وحشنا تكتيكو وحشنا فنياته واللعيفة اللي موجودة معاه بتقلقها وأيضا كمان هنتكلم على مطش كمان نجم الساحلي إن شاء الله والفقرة التانية يكون معنا كابتن جمال مساعد لعب الأهلي السابق ونجم النادي الأهلي هنتكلم معاه بقى عن فنيات المنتخب للومبي في المباراة النهائية هنتكلم معاه عن نجوم مصر وعايز أتكلم بعد ما خلص مع حضراتكم على كلمة نجوم مصر مش نجوم آلي ولا نجوم زمالك عشان خاطر الكلام اللي بيحصل على السوشيال ميديا ده التهريج يعني الناس بدأت إن هي تفصل وده أهلاوي وده زمالكاوي لا كلام ده للأسف مش وقته تماما ولا عمره بيكون وقته ولا أبدا هنتكلم على منتخبنا بأهلاوي أو زمالكاوي هنتكلم دائما إنه منتخب مصر أي أن كان انت معك أي أن كان إيه نديك هو أنت في الآن